وفي اليوم الثالث استكمل المبعوث الرئاسي الفرنسي لقاءاته واجتماعاته لودريان رابط في قصر الصنوبر مستقبلا ومودعا ولم يغادر المقر التاريخي إلا للقاء جمعه بقائد الجيش عصرا وهو لقاء له رمزيته ودلالاته ويعبر عن تقدير فرنسا للجيش ولدور المميز الذي يلعبه قائده لودريان الذي سيغادر غدا بيروت عائدا إلى فرنسا سيحمل معه سلسلة من الملاحظات المكتوبة التي دونها في لقاءاته كلها حرصا على دقة التقرير الذي سيرفعه إلى الرئيس إمانويل ماكرون ما تسرب عن لقاءات لودريان يؤكد ثلاثة أمور الأول أن فرنسا تريد فتح صفحة جديدة مع اللبنانيين وتحديدا مع المسيحيين الذين عارضوا بشدة مبادرتها السابقة الأمر الثاني تشديد لودريان على أن حراكه منصق إقليميا ودوليا وخصوصا مع مجموعة الدول الخمس أما الأمر الثالث والأخير فهو أن الزيارة الحالية بداية وليست نهاية وإنها ستستتبع بزيارات أو زيارات قد تنتهي بإطلاق مبادرة جديدة لكن ليس باسم فرنسا لوحدها هذه المرة بل باسم مجموعة الدول الخمس وفيما كان لودريان يرابط في قصر سنوبر كان رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي يجول في مطار رفيق الحرير الدولي مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يكون لا مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضره بلبنان وبأشقائه العرب وبدول العالم موقف ميقاتي جاء بعدما تفقد مع عدد من الوزراء والمسؤولين عمل أجهزة الكشف على حقائب المغادرين كذلك عمل أجهزة الكشف على البضائع المعدة للتصدير وفي حال صدق ميقاتي فأن الأمر يعزز العلاقات العربية للبنان ويعطل من كاد يطيح مرارا بهذه العلاقات تربويا إلغاء الحكومة امتحانات لبروفيلي هذه السنة لا يزال يتفاعل رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر رفع الصوت عاليا واصفا القرار بأنه فيروس جديد يفتق بالتربية والتعليم وطالب الحكومة بالعودة عن خطائها الجسيم انطلاقا من مبدأ أن العودة عن الخطأ فضيلة فهل تستجيب حكومة ميقاتي أم ستصر على تدمير مستقبل اللبنانيين بعدما جاهدت وشاركت في تدمير حاضرهم وطالب الحكومة بالعودة عن خطائها